مشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم على الرغم من تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي وتزايد التحديات التي فرضتها الازمات العالمية المتتالية تظل النظرة من جانب المؤسسات الدولية لمؤشرات الاقتصاد المصري ايجابية خاصة في ظل سعي الدولة لاحتواء وتجاوز تداعيات المتغيرات الخارجية الناجمة عن تلك الازمات وكشف تقرير عن ابرز تعليقات صندوق النقد الدولي حول اداء الاقتصاد المصري وجدوى السياسات الحالية والمستقبلية مشيرا الى ان مصر اظهرت مرونة في مواجهة جياحة كورونا مبينا في الوقت ذاته ان مصر التزمت بتنفيذ اجندتها للاصلاحات الهيكلية رغم التحديات المختلفة واصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد في الوقت نفسه تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة حيث تقدمت 14 مركزا في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق وكانت الايكونوميست قد اكدت عام 2023 ان صادرات مصر تتمتع بالتنوع وستؤدي صادرات الغاز المسال الى اوروبا الى زيادة قيمة الصادرات على المدى المتوسط كما اشار تقرير لمجموعة اكسفورد للأعمال عام 2021 بشأن مساعدة الاصلاحات الهيكلية على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات من جانبها اكدت وكالة مودز ان المشروعات الاستثمارية الكبيرة حسنت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وان التحسن المستمر بسوق العمل والصادرات بالاضافة الى الادارة الجيدة للديون يعززان من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات كما عدلت وكالة مودز من التصنيف الاعتماني المصر بعدما حولت نظرتها المستقبلية لاقتصاد لايجابية هذا وتوقع بنك جولدلمان ساكس فائضا في التمولات الخارجية لمصر بقيمة 26 مليار وخمسمائة مليون دولار على مدى السنوات الاربع المقبلة متوقعا ارتفاع احتياط النقد الاجنبي في مصر لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027 على ان يصل الى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري واوصى بنك جي بي مورغان الامريكي المستثمرين بشراء اذون الخزانة المصرية لمدة عام بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة خاصة مع التعهد بالتحول الى نظام صرف اكثر مرونة بجانب وجود محفزات كثيرة للمستثمرين متوقعا ان يتباطأ تضخم على مدار العام ليسمح ببدء خفض الفائدة مشاهدين كان هذا عرضا حول ابرز الاشادات الدولية لمصر في ظل استمرار بهدها نحو تحسين الاداء الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة نشكر لحضراتكم طيب المتابعة